الأخ عبد الحكيم من طرابلس قال واحد يدفن فيه عشرة واحد يدفن فيه ملايين هذا دلالة لنا اللي يدفن فيه ملايين خير من اللي يدفن فيه عشرة عند الله لا لا ليس حقيقة هو كثرة الجنائز وثناء الناس على الجنائز هذا دلالة على الخاتمة على حسن الخاتمة وأن هذا الشخص أنتم شهداء الله في الأرض كما ورد في الحديث يعني لما يقولوا الناس اللي يشوفوا الجنازة والله هذا كان طيب هذا كان يتصدق هذا كان مصلي هذا كان حسن الخلق كان كذا كذا هذه تقبل الشهادة عند الله تعالى ويعتبر ميزة لهذا المتوفى والعكس بالعكس لكن ليس بالضرورة كثير من أهل غزة الآن قد لا يجد حتى عشرة يصلون عليه وهو عند الله عز وجل خير من أمة بأسرها جاهد الله دون أن يعرف حتى أبوه أو أمه ربما حتى أبوه وما ما يعرفوش إنه هو من المجاهدين لكنه اختار هذا الأمر ليأخذ هو ما عند الله لا لكي يأخذ ما عند الناس وبالتالي هذا وكثير من الصحابة ماتوا بهذه الطريقة يعني ماتوا دون أن يعلم بموتهم أحد زي أبو ذر الغفاري وغيره من الصحابة وغيره من المجاهدين يعني كما ورد في فتح نهوند وهو يسمى فتح الفتوح يعني جاء الخبر بالانتصار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من استشهد قالوا لها النعمان بن مقرن هو واحد من اللي استشهده فقال والله لقد نغص علي قتل النعمان فتح نهوند يعني يعني الأشياء التي حصلت الانتصارات المالية والعسكرية والسياسية التي حصلت في هذه المعركة لم تحصل في أي معركة أخرى زي ما قلت سموا فيها فتح الفتوح لكنه تأثر بموت هذا الصحابي لأنه يعرف قيمته مش هني الشاهد هو الشاهد قال ومات فلان وفلان وفلان ومجموعة ممن لا يعرفهم أحد قال فيه مجموعة لأنهم تبع الجيش امتعنا لك من يعرفه مش فقال إذا كنا لا نعرفهم فالله يعرفهم فالعبرة بمعرفة الله عز وجل لماذا مات هذا الشخص وعلى ما مات هذا الشخص هي الأساس فربما بعض الناس لا يجدوا من يدفنه وللأسف هذا نراه كثيرا بينما تجد مغني ولا مطرب ولا لعب كرة قدم ولا واحد مسيحي ولا كذا يمشوا وراء ألوف ولا ما نعرفش قداش بالتالي بالتالي ليس بالضرورة أنه لم يصل لما صل عليه حد ما ينفعش واللي يصل عليها الباباي ليس بالضرورة هذا أمر لا يقاس بهذه الطريقة بل يقاس بمعرفة الله عز وجل بما قدمه هذا وما قدمه هذا وما يساوي هذا عند الله عز وجل وما يساوي الآخر وكما ورد في الحديث ربا أشعة أغبر ذي ثمرين لو أقسم على الله لأبره يعني تشوف الناس ما يشب خلاش حتى بربعين ولكن من كرامته عند الله عز وجل لو يقول يا ربي والله لما تدير كذا يجيبه الباري عز وجل منه وليس واجبا عليه كرما من الباري عز وجل لمكانة هذا الشخص عنده وليس واجبا عليه أن يبره فهذه ينبغي ألا تكون بدليل أن الخميني أكبر جنازة في العالم هي جنازة الخميني وبعدها جمال عبد الناصر ولا بالعكس والزوز الله الله الزوز ما ينفعوش هذا يعني تقريبا حسب الموجود أكبر جنازة يا جمال عبد الناصر بعد الخميني يا الخمين يا بعده عبد الناصر لكن هل يشفع الله عز وجل لهم بالول بسب أمهات المؤمنين وبتكفير الصحابة لأن حضروا جنازة سبعة مليون ولا خمسة ولا اللي هو وهل يشفع لعبد الناصر قتله للناس وتقديمه للقومية العربية على الأخوة الإسلام هل يشفع له لأنه صلوا عليه سبعة مليون ولا خمسة ولا ثلاثة ولا قداش الله أعلم هذي يشفع له ولا ما يشفع له ما نعرفش هذه ما نقدرش نحكمها لكن ظاهر الحال نحكم بما نراه بينما المجاهد الذي توفي ساجدا في غزة والناس نتوى ما يعرفوش من هو أعظم عند الله من أمة بحالها من اللحي واللي زين